اشتركوا في القناة تلبية لدعوة كريمة من سمو ولي العهد دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلندا يقوم بزيارة رسمية للمملكة يومي الثلاثة والأربعاء بعد انقطاع دام عامين طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يعودون اليوم لمقاعد الدراسة حضوريا وفق الإجراءات الاحترازية وزارة الصحة تعلن انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا عند 4535 إصابة وتجدد دعوتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في وفاة والدته وقال الملك المفدى تلقينا نبأ وفاة والدتكم ونعربوا لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديقة عن أحر التعازي وأصدق المواساة متمنينا أن لا تروا أي سوء أو مكروح كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة لفخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية في وفاة والدته انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة وأمد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم وتلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله يقوم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايتو تشان أوتشا بزيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر جمهد الثانية لعام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة الموافق للخامس والعشرين والستادس والعشرين مني شهر يناير لعام الفين واثنين وعشرين وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتجة عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول تلك القضايا موسيقى موسيقى قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد رتبته الجديدة وأهن سمو الأمير خالد الفيصل اللواء الحماد بمناسبة الترقية سائلا الله له التوفيق كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة دكتور وائل مطير وأستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية وتدابير الوقائية في مختلف القطاعات تزامنا مع العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من أجل العودة الآمنة وطلع سموه على وضع الاستثمار الصحي في مكة المكرمة والجهود المبذولة في تحفيز الاستثمار الصحي في القطاع الخاص كونه أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية المملكة عشرين ثلاثين استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان الأعمال والمهام المناطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة وذلك إنفاذ لتوجهات القيادة الرشيدة أيدها الله بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز جاء ذلك خلال لقاء سموه بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المنطقة والموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة للوزارة دشنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان فعاليات مهرجان البن الخولاني التاسع الذي تنظمه محافظة الداير في بني مالك دشنا سمو أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه فعاليات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع بمحافظة الداير ورأى سموه توقيع مبادرة أرامكو لإنشاء مركز لتطوير البن الخولاني السعودي في محافظة الداير بالشراكة مع هيئة تطوير المناطق الجبلية والجمعية الخيرية بالداير وتجول سموه في أركان المهرجان الذي يحوي 11 جناحا للجهات الحكومية والخاصة المشاركة أهلاً أهلاً وسهلاً أمير التنمية سرفتنا في ركن السعليم أهلاً بك سمو الأمير وبنائبك الشهم الكريم أهلاً بكم وبصحبكم الكرام سمو الأمير اسمح لنا في حواصل قصيرة ودقائكم معدودة نتعذر لكم عن فيل المشاعر وننزر لكم قصائداً وخباباً لا نطيل عليكم لكنها فرصة سريحة والشوف ومناتبت مواتعة للعرفان اجتاحت كرون العالم واقتلفت الأولويات وتبانت الحكومات فكان شعار بلادي وبكل فق الإنسان أولاً الإنسان أولاً انتظم تعليمنا ولم يمتقطع عبر المنفسات وفق الاحترازات البخر لا يوصف بما تقدمه بلادي والكلمات لا تعبر عن مكنون فؤادي وغداً لأحد الحدث الأهم سنعود يا سيدي لمقاعد الدراسة ونبني مجداً بهمة وعزيمة والفرحة لطوبة والمكان لا يساونا فلكم أميرنا كل الشكر احتمامكم ومتابعات ونأمل أن تنقر فيض مشاعرنا وصادقة قديرنا وشكرنا لمليكنا المكدى وعلى المرأة الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو والملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما قدموا وقدمون لأبنائهم في سبيل تقدمهم وتعلمهم ومتام القاوم لعدكم أن نرد الجميل ونساهم في البناء لعدكم أن نرد الجميل ونساهم في البناء شرف حفل الأهالي الذي حوى عددا من الفقرات المتنوعة وهو بريتا فنيا شهد المهرجان في ساعته الأولى إقبالا كبيرا من الزور للاستمتاع بفعالياته وأيضا التسوق بين معارض البن الخولانية السعودية الأصيل من محافظة الدائر ومن مقر مهرجان البن الخولانية السعودية التاسعة زاهر المالكي أشهد صاحب السمو المالكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تبدلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التنمية الحضرية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين جاء ذلك خلال اللقاء السمو بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل الآن مشاهدين نتابع المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة أخر مستجدات فيروس كورونا السلام عليكم الله ومجددا نلتقي بكم في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 سنشارك معكم كما اعتدتم الأوضاع العالمي والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية فيما يتعلق بالأوضاع العالمي العالم لا يزال يسجل حالات من هذا الوباء ويسجل مزيد من الحالات للمصابين به وعدد من أصيبه منذ بدء الجائحة وحتى الآن تجاوز 350 مليون حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس فيما أن عدد حالات الوفيات تجاوز 5 مليون و600 ألف حالة وفاء أجمال الجرعات المعطاحة للعالم يقترب من أن يصل إلى 10 مليار جرعة في المملكة العربية السعودية الحمد لله كما نشاهد من بعد الأيام السابقة والأيام الماضية وفي المؤتمرات الماضية شاركناكم قضية بدء هدوء وانخفاض في تسارع التصاعد الذي كان موجود ثم بدء مرحلة تذبذب شهدنا في الأيام الماضية شيء من النزول في أعداد الحالات وهذه المرحلة من التذبذب في أعداد الحالات في هذا المستوى نستبشر فيها بأنها إن شاء الله بإذن الله يعقبها استقرار ونزول في الحالات وهذا أمر بإذن الله سيكون ثمرة لعدة أمور أولها بعد فضل الله سبحانه وتعالى تقيدنا مستوى احترازات المطلوبة وكذلك إقبالنا على أخذ اللقاحات وهي أثر مهم جدا لمستوى المناعة في مجتمعنا بحمد الله الأمر الذي يدلل أكثر وأكثر 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 على قيمة وفائدة ونجاح ومفعول اللقاحات هو ولله الحمد أننا نشهد مستوى من أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير من مستوى ما شهدنا في موجات سابقة حتى وإن كانت الأعداد التي نرصدها في الأيام الماضية أكثر مما حتى مر في مراحل سابقة وهذا يدل على الفعالية المؤكدة ولله الحمد للقاحات لذلك نؤكد على الجميع من من ترددوا في أخذ اللقاحات أخذها ومن من استحقوا الجرعات التنشيطية الحصول على الجرعات التنشيطية ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل من هم في الأسر البيضاء سواء في أجنح التنويم أو في العناية الحالجة أن يمن الله عليهم بالصحة والسلامة وتمام العافية أسئلة كثيرة تتداول بين أفراد المجتمع ونعرف بأن هناك لدى أفراد المجتمع قلق معين من مستويات الحالات لكن نذكر الجميع بأن مستوى الحالات وإن كنا نرصد في مستويات معينة إلا أن أثار الطبية وحدة المرض مختلفة تماما ونحن في مرحلة مختلفة في مواجهة الجائحة ذلك بعد توفق الله من ثمرة وجود مناعة مجتمعية متحصلة من خلال وجود نسبة عالية من أفراد مجتمعنا وإلا الحمد تلقت اللقاحات وأخذت لقاحاتها المستحقة أسئلة تم مخالطة أو الجلوس بجانب أشخاص لديهم إصابة خلال الأيام الماضية أين أفحص؟ كيف أفحص؟ هل يحتاج أني أذهب إلى كشف طبي وأقوم بكشف طبي سواء في طوارئ أو في عيادات في مراكز صحية أو في مراكز تطمن؟ وزارة الصحة والزملاء الخبراء المختصين في التوعية الصحية وفي الجوانب الطبية وضعوا مسار جيد للإجابة على هذه الاستفسارات أنصح الجميع بأن ينظروا إليه وهو موجود في منصات رسمية لوزارة الصحة ويعطينا طريقين إذا كان الشخص محصن ماذا يفعل؟ وإذا كان الشخص لم يستكمل تحصيناته أيضا ماذا يفعل؟ بشكل عام متى أقوم بالفحص؟ إذا كان هناك أعراض فبالتالي يمكن للشخص القيام بإجراء الفحص سواء كان فحص منزلي أو كان التوجه إلى إجراء الفحص ولكن ننبه إلى نقطة مهمة عيادات تطمن ليست بالأساس لإجراء الفحوص المخبرية عيادات تطمن هي لمن لديهم معكة صحية شديدة وهي بمفهوم الفيفر كلينيك أي العيادات الحرارية أي من لديهم ارتفاع في درجات الحرارة وعراض متقدمة أو شديدة هم من يذهبون إلى هذه العيادات فالأصل فيها أنها عيادة للتقييم الطبي وإعطاء المعالجة اللازمة إذا لزم أو التحويل للرعاية الصحية الأعلى إذا لزمت وإجراء الفحص المخبري لهذه الحالة كجزء من التشخيص وجزء من مرحلة المعالجة والرعاية وليست بالأساس لإجراء الفحوص أما ما لديهم أعراض سواء كانوا محصنين وظهرت عليهم أعراض ويردون الإطمئنان والتأكد من الحالة الصحية فبإمكانهم إجراء ذلك عن طريق عيادات تأكد أو بإمكانهم إجراءه عن طريق الفحص المنزلي أو إذا كان متردد بإمكانه سؤال 937 الزملاء المختصين ممكن يجاوبوا على سؤاله غير المحصن إضافة إلى ما ذكرناه من إجراءات تتعلق بإجراء الفحص أو الذهاب عند المرض الشديد لإعادات تطمن فيلزم عند ظهور أعراض بعد مخالطة شخص مصاب بأن يقوم بحجر نفسه وبدء إجراءات الحجر وإجراء الفحص بعد اليوم الرابع أو اليوم الخامس وفق الأدلة التي نشرها الزملاء باختصار الفحص عند وجود أعراض الحجر يلزم للشخص الذي خالط وهو غير محصن عيادات تطمن هي لمن لديهم أعراض صحية ووعكة صحية تستلزم القيام بالتقييم الطبي وليست في الأساس لإجراء الفحص المخبرية فيما يتعلق باللقاحات المكربية السعودية الحمد لله تجاوزنا 55 مليون جرعة معطاة استفاد منها نسبة كبيرة من أفراد المجتمع والله الحمد 23 مليون ونصف وأكثر استكملوا الحصول على جرعاتهم المستحقة أما بالحصول على الجرعتين أو بعد ذلك بالحصول على الجرعات التنشيطية التي تعزز من قوة وفعالية هذه اللقاحات نشارك معكم دائما أعداد الحالات ونشارك معكم دائما أعداد التعافي وكافة التفاصيل المتعلقة ببيانات وأحصائيات هذه الجائحة عبر منصات الوزارة المتعددة ونجدد التذكير الرجوع للمعلومة الموثوقة الرجوع للمنصات الرسمية وعدم اتباع أي شائعات ونذكر الجميع أن في كل مرحلة نمر فيها في هذه الجائحة سنواجه إشاعات بطريقة مختلفة وشائعات بطريقة متعددة وأغلوطات وأوهام يرددها البعض لأهداف سلبية أو بسبب معلومات مغلوطة أو لأهداف لا نعرفها ونجهلها الأكيد بأنها أكاذيب ما دامت صادرة من غير الجهات الرسمية نحث الجميع عدم اتباعها وعدم الإنجراف خلفها ورجع دائما إلى المعلومة الصادقة الموثوقة بهذا أصل وإياكم إلى نهاية الإجاز الصحي ونأخذ الأسئلة من الصحفيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالله برقاوي من صحيفة سبك النسبة الأعلى من أوراد المجتمع حصلوا على جرعتين من لقاح فيلس كورونا السؤال من يتعرض الإصابة بعد حصوله على الجرعة الثانية متى يكون المعد المناسب لحصوله على الجرعة التنشطية وشكرا لكم أخي عبدالله شكرا لك لهذا السؤال بشكل عام كل من تجاوزوا ثلاثة أشهر من حصولهم على جرعتهم الثانية إذا حصلت إصابة ففي الغالب بإذن الله ستكون طبعا مع وجود المستويات المناعة بدون أعراض أو أعراض خفيفة ويسيرة وبإذن الله ستحمي من المرض الشديد أو الحاجة إلى رعاية طبية متقدمة بإذن الله وهذا من أهم فعالية الحصول على اللقاح لو وقعت الإصابة فبعد التعافي منها مباشرة مدام مرة ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية يستطيع مباشرة الحصول على الجرعة التنشطية بإشارة الزملاء تكون انتهت سئلة الصحفيين التي تم تلقيها دمتم بخير ونلتقيكم إن شاء الله على خير في أمان الله شكرا لكم دكتور محمد العبد العالم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة شكرا للمشاهدين وأمنياتنا للوطن والعالم بالصحة والمنعة موسيقى 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 وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل مجلس استشاري لجمعية تراميم يضم في عضويته المساهمين في أعمال الخير من الأشخاص والمقاولين للمشاركة في ترميم المنازل وأشار سموه إلى تطلعه لأن تصبح الجمعية كيانا خيريا يترجم كل الجهود لهذا العمل الخيري الاستثنائي مبديا اعتزازه بما حققه فريق الصخاء التطوعي من جهود عظيمة في ترميم مساكن المحتاجين جاء ذلك خلال تسلم سموه من المدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية عبد الله الخلاوي التقرير النهائي للمبادرة التي تعناد بترميم منازل الأسر المتعففة وذلك بالتعاون مع جمعية الإسكان الهيل الأهلية وتكريم المساهمين بدعم المبادرة وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان بعد اكتمال الجاهزية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يشارك أبنائه العودة لمقاعد الدراسة وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية واكتمال الجاهزية لاستئناف الدراسة الحضورية أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز شارك طلاب المرحلة الابتدائية العودة الحضورية للمدارس حيث وزار سمو ومدرسة المعرفة الابتدائية بمدينة بريدة ووقف على الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الطلاب مطلعا على القاعات والفصول الدراسية وغرف الرعاية الطبية وجاهزيتها أمير القصيم استمع لشرح مفصل عن اكتمال النصاب الحضوري وجاهزية الهيئة التعليمية على مستوى تعليم المنطقة مع عودة الدراسة الحضورية ما رأيناه اليوم من معنويات عالية من أبنائنا وارتياحهم لهذه العودة يدل على أن هناك لها الحمد خطط يعني تنفذ في وزارة التعليم على مستوى جميل ومتميز وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لما في الخير وأن يحفظ قيادة الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمولي عهد الأمين وكما نعلم بأن التعليم هو الأساس في إعداد أجيال المستقبل حفظ الله أبنائنا وبناتنا ووفقهم لما في الخير وكذلك أشد على أيدي رجال التعليم من مدراء ووكلاء ومدراء مدارس وقيادات هم الذين يبذلون الجهد ويحققون النجاح في مثل هذه العملية لا يمكن أن تكتمل حلقة التعليم بدون جهود هؤلاء الرجال تعليم القصيم أكمل كافة الاستعدادات في المرافق الدراسية والهيئة التعليمية مع الامتثال بتطبيق البروتوكولات الصحية وعلى كافة المستويات تعليم القصيم تم رجوع جميع الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياضة الأطفال بمجموعة أكثر من 700 مدرسة باستكمال جميع التجهيزات خلال الأيام الماضية اليوم تم عودة جميع الطلاب في جميع المدارس ولم يتم العمل على أي مدرسة عن بعد يعني عودة الطلاب كامل بنسبة 100% في المدرسة و60% من المدارس تم تطبيق البروتوكول أو المستوى المتوسط عودة آمنة بمشاة لها مع استيناف الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بعد انقطاع لأكثر من عامين علي العطينان بريدا نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم عاد اليوم قرابة 3.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة التدائية الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة حيث واصلت وزارة التعليم استعداداتها لعودة الدراسة حضوريا مشيدة بدور الأسر وأولياء الأمور في التكامل مع الجهود التي تقوم بها المدارس لتهيئة الطلبة هذا وكانت وزارة التعليم قد وجهت مكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بإعداد برامج استقبال للطلاب والطالبات تشمل الترحيب بهم خاصة الطلبة الجدد إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج وتنظيم مسارات طلابية آمنة إلى جنب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول هذا واعتمدت وزارة التعليم اللوائح الخاصة والبروتوكولات الصادرة من هيئة الصحة العامة وقايا حيث وجهت الوزارة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بتطبيقها وتنفيذها بما يضمن صحة وسلامة الطلاب إجراءات صحية واحترازات وقائية لعودة آمنة لأبنائنا الطلاب حيث استنفرت القوى التعليمية والصحية في المملكة بتطبيق البروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقايا كوضع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد بين الطلاب وتوزيع المقاعد داخل الفصول بمسافة آمنة للجميع رسالة هامة نحب أن نوجيهها لأولياء الأمور لا تقلقوا إن شاء الله أبنائكم هم أبنائنا نحافظ عليهم نهيئ الجو المناسب والضروري لسلامتهم وهذا هو توجيه معالي وزير التعليم حفظه الله ونوابه الكرام أمنت محاضن التعليم لأبنائها بيئة صحية ووقائية شملت كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار النفسي والصحي لهم من غرف عزل وأجهزة إسعافية طارئة تحت إشراف مؤهل ومحضن تربوي واعي بعد قرار وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة التعليم بعودة الطلاب الحضورية يوم الأحد استنفرنا في المدارس لتجهيز البيئة آمنة لأبنائنا الطلاب في العودة الحضورية وتهيئة البيئة المناسبة للغرض التعليمي وأيضاً الغرض الصحي المناسب لأبنائنا الطلاب بدأنا في الحقيقة في دورات للمعلمين للتهيئة أيضاً نصائح لأولياء الأمور في الملازل البيئة الآمنة أن المدرسة إن شاء الله أنه محققة جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وقايا للمجتمع دور في بث روح الطمأنينة والأمان في نفوس الأطفال مما يساعد على تحجيم الخوف والقلق الذي يحيط بالمرض عبد الرحمن الموسى الرياض موسيقى نستعدين للعودة الحضورية لطالباتنا وطلابنا ونستقبلهم بكامل الحب تم تجهيز المبنى كامل بدعم من قيادتنا الرشيدة وبدعم من وزارة التعليم بتوفير ملصقات كاملة في أرجاء المبنى بتوفير معاقمات بتوفير كمامات كل ما يخدم الطالب من قرفة العزل وقرفة العيادة وتوفر فيها جميع وسائل السلامة نحن بعد عامين نعود للدراسة الحضورية نحن ندخل المدرسة بشوق ورغبة نحن عندنا رياض أطفال وابتدائي وبني التباعد في الساحة التباعد عند الانصراف التباعد في الدخول الصباحي وهذه نماذج من فصول محققة التباعد أفر النماذة التشغيلية التي حرصت عليها الوزارة سيتمك أكل مرة أخرى من درجة حرارة استعدادات تامة من جميع النواحي لهذا الموضوع سواء عن طريق المنصة من قبل المعلمات هناك تهيئة للطلاب بإذن الله سيكون هناك برنامج تهيئة لأبنائنا والطلاب وسيكون بإذن الله في بعض الحصص سيكون فيه تهيئة عن طريق الموجه الطلابي أن يكون التعليم في بدايته لأبنائنا الطلاب ترفيهيا تشويقيا أكثر من أن يكون علميا أبنكم الطالب خرج من بيته إلى بيت آخر بيته الآخر الذي سيلقى فيه الرعاية فبإذن الله نكون داعم الكبير لهم أنهم يحصلون التعليم لأنهم هم أولادنا ونحن نتهم فيهم بكل ما نستطيع لتعود الحياة والصناعة المستقبل لمواكبة روية عشرين ثلاثين أفادت وزارة التعليم أن قرار عودة الدراسة حضوريا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءا من اليوم يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس وتعطل تعلم الأطفال بسبب جائحة كورونا المدارس هي آخر ما يغلق وأول ما يعاد فتحه مع توفير تدابير الصحة العامة لحماية الطلبة دعوة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أكدت وزارة التعليم أن قرارها لعودة الدراسة حضوريا للطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال بدءا من الثالث والعشرين من يناير تتوافق مع التوجهات الدولية أكثر من مليار ونصف طالب وطالبة موزعين في 165 بلدا تأثرت طريقة التعليم في مدارسهم حول العالم بسبب جائحة كورونا التي جعلت التعليم عن بعد خيارا لمفر منه تقارير ودراسات اليونسيف حذرت من استمرار إغلاق المدارس وتعطل تعلم الأطفال ودعت إلى تغريب وضع تعلم الأطفال ومصالحهم وفي الوقت نفسه بدأت الكثير من الدول في تحليل ودراسة مدى تأثير جائحة كورونا على مستوى التعليم وأكدت تقارير المنظمات الأمامية توجود مشكلات في تعلم القراءة والحساب لدى الأطفال في العالم مطالبين بالقيام بأنشطة توعوية للمطالبة بعودة الدراسة حضورية لحصول الطلاب الحاليين على قدر مماثل من التعليم الذي حصلت عليه الأجيال السابقة وجاءت مخرجات تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن يكون عام 2022 السنة التي يحظى فيها التعليم بالأسبقية لصالح الأطفال وأن لا تعطلت دراسة في ظل الإجراءات الاحترازية الفعالة وتسهم في إبقاء المدارس مفتوحة وآمنة ترجمة نانسي قنقر ولمتابعة عملية العودة الآمنة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وليات الأطفال في مختلف مناطق المملكة نتوجه إلى محافظة القريات في منطقة الجوف حيث استقبلت مدارس إدارة تعليم القريات اليوم أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في يوم دراسي مفعم بالتفاؤل والالتزام من هناك ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل نايف الفندي نايف أهلا بك في هذه النشرة نايف كنت اليوم أنت متواجد مع هذه العودة الآمنة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أيضا كانت هناك نقاط دخول وخروج ومسارات طلابية آمنة كيف رأيت كل ذلك؟ أهلا وسهلا حيئك الله أخي عبد الرحمن وسادة المشاهدين والمشاهدات تحيطيب لكم من القريات أقصى شمال المملكة نعم المشهد هنا في مدارس القريات صراحة لا يقل جمالا عن المشاهد الجميلة في كل المدارس بشتى مناطق المملكة المشهد اليوم كان جميلا ومتألقا بأبنائنا وبناتنا في اليوم الأول الحضوري لآمن بعد هذا الانقطاع الطويل عن الدراسة لطلبة الابتداء ورياض الأطفال اليوم هؤلاء الأطفال هم الهدف الرئيس وحديث الشارع ومصدر السعادة للحديث أكثر عن رصد التعليم أو عودة التعليم في القريات لهذه الفئة يسعدنا يستضيف معي الأخت وطفة الفندي مساعد مدير الشئون الصحية للشئون التعليمية حياك الله معناه لو تحددين بداية كيف رصدت اليوم وكيف الالتزام وكيف الفرحة أيضا حياكم الله ستاد نايف وشكرا لقناة الإخبارية المتابعة دائما المتابعة دائما لمستجدات الميدان التعليمي طبعا بمجرد انطلاق الخبر بالعودة الحضورية لمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الذي هو امتداد لنجاح وزارة التعليم في العودة الحضورية للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة بدأت تشكيل اللجان كذلك تشكيل الفرق بمتابعة وتوجيه من سعادة مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي ومنسوبه ومسؤوله إدارة تعليم القريات بدأت وانطلقت كذلك المتابعة الميدانية من قبل مشرفات منسوبات التعليم عموان الإشراف لزيارات متتالية لمدارس القريات للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تجاوزت عدد 200 زيارة لمتابعة مدى جاهزية هذه المدارس جميل كيف رصدت مشاعر الطالبات وكانت دوام يعني تم تأجيل إلى الساعة التاسعة بسبب الظروف الجوية وبرودة الجو صدقا استاذ نايف طبعا مجرد فرحة الطالبات هذا اليوم مشاعر الفرح بلقية معلماتهم أيضا بلقية الطالبات عودتهم إلى مقاعد الدراسة التي كانت تستمر عن بعد ولكنها حضوريا انقطعت عن الطالبات طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى ذكرت أن لنا ولزميلاتنا في إدارة تعليم القريات زيارات متعددة لمتابعة مدى جاهزية هذه المدارس أيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية أيضا الأيام التمهيدية لطالباتنا في مدارس الابتدائي ورياض الأطفال كذلك من فضل الله سبحانه وتحت من ظلت قسم النشاط انطلقت الفرق التطوعية للمرحلة الثانوية والمتوسطة للوقوف جبا إلى جنب مع طالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال واستقبالهم فيما يخص تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة طبعا مملكتنا الحبيبة ووزارة التعليم دائما تتعامل بحسب الظروف وهناك سلاسة في هذا الأمر فكان قرار تأخير موعد الدوام إلى الساعة التاسعة بشكل مناسب جميل جدا لو تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وكيفية الالتزام بالمسارات التي تحددها جميع المدارس كيف تحدثيننا؟ الإجراءات الاحترازية أصبحت منذ جائحة كورونا هي عبارة عن جنبا إلى جنب في حياتنا اليومية فما بالك إستاذ نايف إذا كانت في مدارسنا عند طلابنا بمجرد صدور قرار العودة الحضورية لمرحلة الابتداء ورياض الأطفال حرصت وزارة التعليم وبشكل سريع بتأمين كافة ما يحتاجه الميدان التروي من معاقمات كمامات أو غيرها لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات إضافة إلى أن الزملاء هنا في إدارة التعليم حرصوا على أن تكون هذه الأمور المساندة لتطبيق الإجراءات الاحترازية موجودة هذا اليوم لدى طالباتنا طبعا ستاذ نايف كل ما نجده الآن في الميدان التعليمي إنما هو يترجم رؤية سيدي صاحب السمون ملكي الأمير محمد بن سلمان لكل المعنيين في التعليم عندما قال أن طموحنا أن نكون ضمن 30 إلى 20 تعليما وسنكون بإذن الله كلمة أخيرة بهذه المناسبة مختصرة كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في عودة آمنة بإذن الله لطلابنا في المرحلة الابتدائية ورياضة الأطفال وللتعليم عموما كل الشكر لمن سوبي التعليم لأولياء الأمور لجميع من كان له ربط في هذه العملية والعودة الآمنة واللهم أدم علينا الأمن والأمام في بلادنا شكرا لكم الأستاذة وطفال فندي مساعدة مدير الشيون الصحية للتعليمية نعم أخي عبد الرحمن من خلال 21 مدرسة أو 40 روضة اليوم تم استقبال أكثر من 32 ألف طالب وطالبة ولله الحمد إلى الآن العودة آمنة وهذا كل ما لدينا من القريات شكرا للمرأس الأخبار السعودية الزميل نايف الفندي من القريات على هذه التوضيحات ولضيفتك الكريمة شكرا عند مرورك بالقرب من المدارس كن واعيا وخفض سرعة المركبة ولكي يكون الطريق مفتوحا وآمنا تجنب الوقوف وسط الطريق ولسلامة أبنائنا وبناتنا عند نزولهم من الحافلات التزم بمسافة كافية بينك وبين الحافلة وكن على حذر من مرور المشاة بين المركبات لتكن عودتنا عودة سالمة وآمنة اعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل أربعة ألاف وخمسمائة وخمس وثلاثين إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة وتعافي خمسة ألاف واثنين وسبعين حالة تعافي فيما ارتفعت الحالات الحرجة لتصل إلى ستمائة وخمس وخمسين حالة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة رحمهم الله هذا وتجاوز الجمالية وعدد الجرعات المؤطة من لقاح كورونا في المملكة أربعة وخمسين مليون وتسعمائة وعشرين ألف جرعة والمحصنين بجرعتين أكثر من ثلاثة وعشرين مليون وخمسمائة وتسع وثلاثين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف شخص من سكان المملكة بعد صدور موافقة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء على إعطاء الأطفال في الفئة العمورية ما بين خمسة وخمسة أعوام وحد عشر عاما جرعة لقاح كورونا فقد بدأت مراكز لقاحات كورونا في المملكة باستقبال هذه الفئة العمورية وفق المواعيد المسجلة عبر تطبيق صحتي وتوكنها وننتقل الآن إلى مركز اللقاحات بجامعة الطائف وذلك للاطلاع لتجهزات الطبية والكوادر البشرية المهيئة لاستقبال الأطفال المؤهلين لتلقي جرعة اللقاح مع مراسل الأخبار السعودية زميل محمد الثقافي محمد بداية أهلا بك في هذه النشرة محمد كيف رأيت الاستقبال لهذه الفئة العمورية أيضا التجاوب الكامل من أولياء الأمور في إعطاء هذه الجرعة لأبنائهم جميل زميل عبد الرحمن مساء الخير ومساء الخير لسادة مشاهدي نشرة أخبار السعودية بالفعل منذ أن تم إقرار وإجازة هذا اللقاح لهذه الفئة شرعت مراكز اللقاحات بمختلف مناطق المملكة بتخصيص مسارات ومساحات تستقبل هذه الفئة ولعلنا من هذا الموقع الذي يعتبر أول موقع لمركز اللقاحات بمحافظة الطائف ويتخذ من جامعة الطائف مقرا له يستقبل منذ تقريبا أسبوع هذه الفئة وإعطائهم الجرعات المخصصة لهم الأستاذ خالد الثبيتي طبعا هو المساعد للصحة العامة بصحة الطائف يطلعنا ويعرفنا بشكل أكبر عن هذه المسارات وهذه المساحات التي تخصت لهذه الفئة حياك الله أستاذ خالد حياك الله أخي محمد وحياك الله قناة الخبارية شاكرين لكم ومقدرين دائما حضوركم وتواجدكم معنا للتغطية اليوم ولله الحمد مركز اللقاح الرئيسي في صحة الطائف مثل بقية المراكز على مستوى المملكة شرعت في المرحلة الخاصة للفئات العمرية من 5 سنوات ل11 سنة فريق المشروع في الوزارة مهتم بأدقة تفاصيل جدا بأن نهيئ المركز لهذه الفئة وأن نكون مستعدين لاستقبالهم بكثافة تناسب الطاقة الاستيعابية لدينا يهمنا اليوم هو مدى تفاهم وتوعية الأهالي بأهمية هذه اللقاحات وأنها آمنة وصحية حقيقة أخي محمد منذ اليوم الأول ونحن نرى كثافة وإقبال على المركز الموعيد طرحت وحجزت بنسبة ما يقارب المئة في المئة نسبة الحضور تجاوزت الخمسة والتسعين الجميع يحضر إلى المركز وهو مبتهج يعني عكس لما كنا نتصور أن يكون لديهم بعض التخوف ولكن للأمانة الأطفال سعداء بحصولهم على الجرعة تفهم المواطنين وحرصهم على إحضارهم في الوقت المحدد ورغبتهم الجادة في الحصول على اللقاح أعتقد هذا المركز هو الوحيد في محافظة الطائف الذي يستقبل فات الأطفال هناك خطة توسعية مثلا كما في السابق لا شك الآن بداية من المركز الرئيسي ومن ثم تنطلق إلى بقية المراكز وبقية المحافظات التي تتبع لصحة الطائف كل الشكر لك أستاذ خادث بيتي وكل الشكر للعاملين في هذه المراكز والذين يستقبلون الأطفال بحب وحفا وأكيد شكرا لك إذن زميل عبد الرحمن هذا الكلام وحديث الأستاذ خادث بيتي الذي تحدث عن هذا المركز والمساحات اللي هو خصصة له أيضا أشيد بجهود إدارة التطوع الصحي التي تستقبل الأطفال ببعض الهدايا وبعض الورود لأيضا استقبالهم استقبال يليق بهم وإن شاء الله يكونوا في حالة نفسية جيدة لتلقي اللقاح عود لك بالصوت والصور زميل عبد الرحمن إذن كل شكر والتقدير لمرأس الأخبار السعودية زميل محمد الثقافي من الطائب شكرا لك محمد نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودية العراقية الدكتور ماجد القصبي على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واحدة تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربة وجوار ودم ومصير مشترك وأوضح معاليه في تصريح لأكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودية العراقية في الرياضة أن قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين وأبين معالي وزير التجارة أن العلاقات السعودية العراقية تشهد نموا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما مفيدا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يفتح آفاقا جديدة من التعاون في مختلف المجالات وأكد القصبي السعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة والتي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 17 مليار و700 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية وذلك في عدد من المجالات باشرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إرسال الدفع الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 32700 نسخة من المصاحف الشريفة من إصدار المجمع بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية كينيا وذلك بالتنسيق مع السفارة المملكة انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدأت الوزارة بشحن الكمية وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتوى قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكر للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلاء في مدينة الرياضة فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب أمرا بالقبض على الجان وإحالته فر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقع حول المملكة ضمن مبادرة نأتي إليك التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة موجودين الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية هذا وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها بعدة مناطق من المملكة كمنطقة مكة المكرمة والجوف والمنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء ومنطقة عسير ونجران وجزان ومحافظة خميس مشيطة ومنطقة القصيم وذلك بتقديم الخدمة للرجال والنساء في عدد من المحافظات وذلك لعدة أيام تختلف حسب كل موقع نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال عام 2021 للميلاد عددا من التجارب والأبحاث لتحقيق الجودة والاستدامة والتميز على الطرق التابعة للوزارة من خلال تنفيذ تجارب وأبحاث منها دراسة تقييم أداء دهانات الطرق حيث نفذت الدراسة على عدد من الطرق داخل وخارج النطاق العمراني وتستهدف الدراسة تقييم أساليب اختيار مواد الدهانات بالإضافة إلى الارتقاء بالجودة والانعكاسية وتحسين السلامة على الطرق كما تهدف هذه الدراسة لمواكبة أحدث ما توصلت إليه التجارب العملية وبما ينسجم مع توجه الوزارة في تبني التقنيات الحديثة والآليات والتي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين حققت منصة وزارة الداخلية الأكترونية أبشر في عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول للخدمات المقدمة والتي تجاوزت 330 خدمة آمنة إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة وأنفذ المستفيدون من البوابة خلال عام 2021 أكثر من 85 مليون عملية وإجراء أكثر من 271 عملية استعلامية حيث يستفيد من هذه المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من مليون وخمسمائة ألف مكالمة على مدار العامة كما تم تسجيل أكثر من مليون وخمسمائة مليار وخمسمائة مليون عملية دخول على إبشر للأفراد وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى إبشر أعمال وأكثر من مليون وثلاثمائة ألف عملية تسجيل دخول إلى إبشر حكومة وتمكن القائمون على منصة إبشر من إطلاق 36 خدمة جديدة إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي مسرور للمستفيدين وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع أتمت لجنة المساهمات العقارية تصفي أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة وذلك بالمزاد العلني والذي أقيم بمحافظة الخبر لبيع أرض مساهمة شاطي القطيف بالكامل بأكثر من أربعة مليارات ريال وأكدت تصفية أن إجراءات الإفراغ ستنجز في أسرع وقت تمهيدا لصرف حقوق المساهمين يذكر أن مساحة أرض شاطي القطيف تزيد على خمسة ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بالمحافظة ما يجعل إجمال الأمتار المباعة من قبل تصفية منذ تشكيلها يتخطى حاجز سبعة وخمسين مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة يذكر أن تصفية وصلت إلى رقم قياسي في إجمال المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين إذ بلغت حتى اليوم أكثر من خمسة عشر مليار ريال نشرتنا انتهت وهذا تبكير بعناوينها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عزيان الرئيس البرازيلي في وفاة والدته تلبية لدعوة كريمة من سمو ولي العهد دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند يقوم بزيارة رسمية للمملكة يومي الثلاثة والأربع بعد انقطاع دام عامين طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال يعودون اليوم لمقاعد الدراسة حضوريا وفق الإجراءات الاحترازية وزارة الصحة تعلن انخفاض أعداد مصاب فايروس كورونا عند 4535 إصابة وتجدد دعوتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الختام شكرا لطيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر